ستمبر أيلول الأجسام المضادة هي جزء أساسي من جهازنا المناعي إنها توقف الفيروس من دخول الخلايا دراسة شملت 350 ألف شخص أثبتت أن هذه الأجسام لا تدوم إلى الأبد وأنها تتناقص بالطراد المناعة تقل مع مرور الوقت إذا أصبت بكوفيد فلا توجد ضمانة بأنك لن تصاب بالمرض مرة أخرى ننصح الجميع باتباع إجراءات السلامة بما فيها تنظيف اليد وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي نحن في حاجة إلى لقاح كي يوفر مناعة طويلة الأمد هناك جزء مهم أيضا في جهاز المناعة وهو خلايا T وما تزال الأبحاث تجرى حول هذه الخلايا إنها خلايا تراقب الجسم وترصد الخلايا التي بها فيروسات تنمو بداخلها وعند ذلك تقوم بقصف هذه الخلايا بما يشبه الصواريخ والتخلص منها البيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني هنا في بريطانيا تشير إلى زيادة قدرها 60% في عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 خلال أسبوع واحد فقط كما يظهر في هذا الرسم البياني الأمور ليست بالسوء التي كانت عليه في شهر أبريل نيسان الماضي إلا أن هذه المؤشرات تدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ منظمة الصحة العالمية قلقة من أن يسود هذا الاتجاه كافة أوروبا الوضع متدهور بالنسبة للفيروس في أوروبا ولكي يتحسن يجب الإسراع في الخطوات التي نتخذها وأن نقوم بإجراءات متكاملة حتى نسيطر على الوضع لدينا الكثير لنتعلمه عن الفيروس لكن هذا البحث عن المناعة سوف يساعد السلطات على إزداء نصائح أكثر فعالية للمواطنين ليتجنبوا الإصابة بكوفيد-19 محمد طه بي بي سي من العاصمة البريطانية لندن محمد طه بي سي من العاصمة البريطانية لندن